اليوجا من التمارين اللطيفة جداً اللي لو عملناها بتحسسنا كده إن إحنا مرتاحين بتحسسنا إن إحنا بالزبط أنا عايزة أتكلم معايكي كده الأول عن للناس اللي مش عارفين إيه هي اليوجا وإيه هي فوايدها هي اليوجا غذاء للروح والعقل والجسد بتربط الجسم بالعقل بتخلي الطاقة فيه إن إنتي تقدري تفصلي يومك أو تقدري تفصلي زهنك لإنها بتقوي زهن وبتقوي الزاكرة بتقوي العقل بتخليكي تفصلي عن الطاقة السلبية بتخليكي الضغوطات الضغوطات اللي عليكي برضو ممكن تفصلي منها بتمارين هنعملها مع بعض إن هي لازم هتغير مودك خالص دي حلوة جداً للماميز للأمهات آه طبعاً وفضون فترة الصبح يعني كتير مننا بيودي الولاد المدرسة بيبقى عايز يعمل حاجة جديدة أو نشاط جديد في هدوء بقى أو لا أوه كمان لو عملنا مكان كويس جداً يعني اخترنا مكان هادي في الشقة أو حطينا فيه مثلاً ديكور كويس حطينا فيه شكل منظر طبيعي وعملناه خاص باليوجة هيفرق معه جداً 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 بعدما طبعاً الأطفال ممكن تنزل مثلاً لسكول بدايتهم المامي ستقعد بقى تعمل في الركن بتاعها المخصص لليوجة حركات هتخليها بقى تفصل وترجع تقدر تبتدي اليوم من الصبح بزهن صافي بالياقة بنشاط يعني زهن مفوش أي مشكلة ولا أي حاجة بالعكس مركز ترجمة نانسي قنقر